يعني غيره كده حميذة يعني الناس مجرد انه الحظر كان يعني مدته شهور يعني الناس شوية كده كانت جافة كده في الموضوع الحظر ده لان ما مدعودين على القاعدة لكن شوية كده الموضوع ده بيقى عادي بالنسبة لهم ببرامجهم ببرامج الأسرة يعني بعدين يعني اغلبا للشعب السوداني بالنسبة لي وشعر عنين المتنفس سواء كان في الصباح أو في المساء يعني الفكرة فيهن وفي ناس الصباح بيكون انه برامج بتاع ترياضة في ناس بطموا بصحاته بصورة كبيرة جدا جدا وإن شاء الله جايحة كرانة تكون علمتنا عدتنا دروس كثيرة اللي احنا اهتم بصحاتنا نمارس الرياضة نقوي جهازنا المناعي وغيره اعلم مثلا هل انت علينا هسه زمان كنت بتمشي البرامج المختلفة الحفلات المسائية الشغل ايها سبيقت قاعدة في البيت فدي حاجة كويسة جدا انه رب الأسرة هو موجود في البيت كل الناس اتجمع زي المائدة القديمة يعني نعم الناس كلها بحكاوي وتفاصيل المختلفة استاذ يعني هو أثر الحياة الإبداعية يعني بكثير جدا من الأعمال سواء كان في الانتاج هو يعني شكل ويدان الشعب السوداني بقضاياه التي تلامس الإنسان السوداني القضايا الإنسانية مع كل الوضوى التقدير يعني فقدنا انسان رائع جدا استاذ الزميل عمر حلال نعم وكان إنسان بمعنى الكلمة إنسان زميل وأخ وصديق لكل العاملين في قناة الشروق قدم عديد من البرامج المختلفة المميزة على ذكرها مع كل الودة التقدير برامج إنسانية بيهتم بالشأن السوداني بيهتم بالمجتمع السوداني بيهتم بالبيئة المحيطة بيهو سواء كان زملاء وإدارة وغيرها رحل عنا في ظروف مرضية قاهرة له الرحمة والمغفرة وأسكنه الله فسيح جناته العلماء الصدقين والشهداء نحن من عزي أنفسنا ومن عزي كل الشعب السوداني اللي بتابعوا اللي بيعرفوا اللي عنده خلفية عن عمر حلق أنتج العديد من البرامج من عزي كذلك أسرته يعني حكى حاجة في 24 من أغسطس العام 2019 كان عنده منشور في الفيسبوك ويد رواي كبير جدا وتعاطف من العام خاصة من أصحابه وأقريباؤه قال يا جماعة ما تجهدوني بالتلفونات والبكاء لو عايزين تسعدوني أحكولي عن المشاريع الممكن أن نكون ننفذها على أرض الواقع المشاريع الإنسانية نتابع المادة المقدمة من الكنترول مع كل الوضوى التقطير امتياز الحب للحياة حصافة الحاجة فطنة الفقر خلطة سرية تجعلك في حالة اعتلاء لحاج بالدهشة وكل الأسئلة مشرعة الود والتقدير أكثر من مشهد صورناه على أرصفة الألم فكل قصة سمعناها جعلت الإنسان فينا أنقع تجولنا في ضيافتهم لنقطات الأمل قطونا حافرا على الحافر نحو الغد ثم قصص تجعل التفكر سمة إنساننا لم نكتبها فكل أسرة استضفناها كتبت نفسها بما تحمله من قيمة قلبها احتاج لتدخل جراحي وأحمد في قلب الأزمة الأم قلب قبل إيصالها الحليب بعد الصرخة الأولى وقلب الأم قصة ليست بالقصيرة الدهباية أنجبتهم ولم تنجهم الدهباية أخرجت أحمد ولكن إلى المعاناة ثم انتأت بالعاطفة خلف الدموع يا للصوص دارفور انظروا معنا إن كان النظر رضيف البصير يا أحمد ما يحدث هنا يجعل الإنسان بحاجة إلى قراءة كل ما يعين على استقصاء سلوك الإنسان عند الظلم يا أحمد عليك بهم انضي بأسرتك وإنت أرجحت الرؤية ثم لا معين يا صديقي سوى عبارات المشيئة تلك الموضوعة في قلب منزلك وإن أحاطت الأشواك بك عليك بالابتسام صدقني لا يصرع الألم سوى الابتسام أسرة تمتلك من الأسرة اسمها فقط أب في الجبل ولم نعلم عن ماذا يبحث في الجبل إن كان يبحث عن الذهب فالذهباية ذوجة لا يمكن تبديلها بالنقد أم أصيبت بالقلب ولم يعينها إلا الله أبناء بقيادة أحمد في المرحلة الثانوية عرفة التي تصنع الطعام ومحمد ونسيبة وحبوبة أيضا ثم أحمد يعي حجم الأزمة ليست أزمة دارفور التي جعلت باب الصريف معتقلا بالجنزير بل أزمة أن العائلة يحتاج إلى من يعوله غمام في السماء وبواكير خريف نار مشتعلة في انتظار ما يوضع عليها مدق ليس لدق الغذاء ظني أن عرفة تعاقب الألم بداخله ثم من خلف حجاب ينظر أحمد لمستقبل نسيبة وخيال الغول أكبر يا سادتي يا من تحكون قصص المعاناة لن نحكي سوى ما ترونه وأحمد شعبة تحمل في كتفها كثيرا من الظلم وجدنا عبارة لبن مجفف كامل الدسم لا تظنوا أنه بقايا ما تناولوها كل الأمر أن المنزل أسسته بقايا ألم أقل لكم أنها لا تحمل من الأسرة سوى اسمها؟ إلى من استمر الظلم إلى من قبلوا أن يقتاتوا من ثمن تعليم أبنائهم وحق الفطورة إلى كل المسترعين في دارفورة سيكون أحمد وأمثاله باقين ولن يدون التاريخ قصتكم بخير أعيدكم بذلك سيكون الحبر دم عرفة ونسيبة حين يغتالهم الغولة وأمثال أحمد في زمن قادم سيتعرفون عليكم ولكن للإتعاض فقط ثم لعلمكم سيتخرج أحمد من كلية الطب وسيمكنه صاحب القدرة من علاج قلب أمه وقبل ذلك قلب دارفور وإن استدعى الأمر لبدركم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة